بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الأول عفوا الأول قبل عندي كلام كتير جدا عايز أتكلم فيه مع حضراتكم مش عارف أبدأ منين ولا منين الحقيقة لكن خليني أبدأ دايما بموسماني ويوم الجمعة الحقيقة وفوز النادي الأهلي في مباراته أمام المريخ السوداني النادي الأهلي أدى مباراة جيدة للي تفرج على المباراة من الناحية الفنية النادي الأهلي أدى مباراة جيدة جدا معظم الأهلوية كانوا مبسوطين بشكل وأداء فريق النادي الأهلي في هذه المباراة لكن المشكلة ما كانتش في المباراة مشكلة كانت فيما بعد المباراة إيه اللي حصل فجئنا لقينا أن هناك حملة وحملة كبيرة على بيت سو موسماني كالعادة خلال الفترة الأخيرة هو أنت ليه بتدي 8 يام أجازة هو ليه بيت سو موسماني بيدي 8 يام أجازة طيب على فكرة أنا كنت من الناس اللي كانت دايما وكنت بحاول أسأل بيت سو في هذا الأمر وإن شاء الله يعني إن شاء الله أعمل لكم مفاجأة قريب جدا جدا إن شاء الله ويكون إن شاء الله أحاول على قد مقدر خلال الفترة القادمة يكون بيت سو موسماني معنا على الهوى نسأله في هذا الأمر تحديدا ولكن لو حضراتكو تتذكروا إن احنا كان من حوالي شهر ونص شهرين أو من قبل كده بشوية كمان أول أجازة طويلة ده بيت سو موسماني لللاعبين وكلنا انتقدنا هذا الأمر أو كلنا كنا استغربنا جدا اللي حصل في هذه الأيام إن هو ودى لللاعبين مش عارف كانت قبل كاس العالم على ما أتذكر قدى لللاعبين 12 يوم أو قبل سيمي فاينال أفريقيا ودى وقت طويل قوي لللاعبين وكلنا استغربنا جدا وقلنا ست يام أجازة كتير في الفترة دي ست يام أجازة كتير بتلعب مباريات كل شوية وكانت الفترة اللي قبلها فترة صعبة وفيها مباريات كثيرة جدا طيب فلما بيت سو قدى ست يام كلنا كلنا وأنا كنت من الناس اللي قالوا في هذا الأمر أو اتكلمت في هذا الأمر قلت الحقيقة أنا مستغرب جدا من بيت سو موسماني إن هو بيدي أجازة ست يام ليه؟ هاتش عارف ولكن بعد ما شفت أداء الفريق وبعد ما شفت نتائج الفريق أداء ونتائج في ذلك الوقت قلت إن الرجل ده واضح إنه هو عنده مدرسة أخرى غير المدرسة اللي احنا دايما بنفكر بيها أو المدرسة القديمة قد يكون هذا هو جائز وبالمناسبة أنا سألت بيت سو موسماني على الوقت وليه بيدي الأجازة دي ولكن أنا مش هقول الإجابة دلوقتي أنا مش هقول الإجابة دلوقتي أنا هقول الإجابة إن شاء الله لما يكون معنا هو اللي يقول الإجابة لو ما طلعش معنا على حسب طبعا الظروف والدنيا هتبقى ماشي إزاي أنا هقول لحضراتكم ماذا قال بيت سو موسماني ليا لما اتكلمت معاه في هذا الأمر فالحقيقة أنا من الناس اللي دايما ما يهمنيش أنا بعمل إيه مش ما يهمنيش لكن دايما بابقى عايزة شوف في الآخر النتائج جيدة بمعنى إن لما تحط طوبة على طوبة على طوبة على طوبة حتبني عمارة بظبوط مظبوط ده الاتفاق اللي احنا متفقين عليه كلنا كأهلوية لو طوبة من العمارة دي وقعت أو من الطوبة اللي انت بتحطه فوق بعضه علشان تبني العمارة وقعت خلاص مش هتعرف تبني العمارة أساساً اشتركوا في القناة